وينضم إلينا من إسطنبول عبر الهاتف جواد جوك المحلل السياسي أهلا بك سيد جواد كيف تقرأ هذه النتائج الأولية للانتخابات؟ نعم بصرف الشعب التركي أعطى درسا للحكومة التركية وكراجوا واضحا للأصوات حزب العدالة والتنمية الحاكم وقبل قليل أيضا مدينة إسطنبول كثبت المعارضة التركية وبقوة المعادلة تغيرت مغادلة سياسية في تركيا بشكل عام ولربما ونسبة الأيام الأشهر القادمة انتخابات مبكرة وانشقاغات في حزب الحاكم بصراحة أجمى الاقتصادية القاسية قد أثرت في هذه الانتخابات والسياسات الداخلية والخارجية الخاطئة للحكومة التركية نعم المدينة الكبرى الآن كلهم بيد المعارضة في تركيا نعم ما مدى تأثير هذا على حزب العدالة والتنمية؟ طبعا يعني هناك نفسيا منهزمين والحزيمة واضح في الصفوف حزب العدالة والتنمية الحاكم نعم هم يجتمعون ويجلسون ويحققون أخطائهم لكن بشكل عام التراجع واضح في شعبيته الآن كوقعات أنه انشقاطات ولربما تشكيل حزب جديد في تركيا والحوص في الانتخابات جديدة بالصراحة يعني الدموقراطية كانت واضحة نعم رغم إرادة الحكومة التركية الشعب التركي صوتوا ولو كانت وسائل الإعلام التركي العيادية لكانت المتائج أسعب بالنسبة لحزب الحاكم نعم طيب هل من استراتيجية معينة لحزب العدالة والتنمية لإحتواء هذه الخسارة؟ بصراحة لا يوجد عندهم برنامج ليقدمون للشعب التركي يعني المشاريعهم الاقتصادية والسياسية كانت فاشلة في الآن من الأخيرة كانت تواثر والاستخدام في الصفوف الشعب التركي واضح نعم هم سوف يصعون من نتيجة البلد بلد دموقراطي بشكل أو آخر ونصف يقدمون برامج بمعود جديدة لكن بصراحة المعارضة في نجاح كبير تجاه سياسة حزب العدالة والتنمية نعم شكرا لك سيد جواد جوك المحلل السياسي كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول